طب وراء إغلاق ملف الأجنبي في الأهل إيه تفاصيل الخبر ده؟ مصدر داخل نادي الأهل قال إن السبب الحقيقي وراء إغلاق ملف اللاعبين الأجانب بيرجع إلى التقرير الطبي اللي أكد قرب شفاء علي معلول وجاهزيته من الناحية الطبية في غضون شهر ونصف وده معناه إن علي معلول حيرجع تاني فانفنتش في احتياج إلى أجنبي خلال الفترة القادمة فأغلاقوا ملف العنصر الأجنبي الجديد وأضاف إن المصدر أن الصفقات امتهت ولكن مظهر أو أي لعب أجنبي تحت السن بالمواصفات اللي حددتها كلها يتم التحرك معاه خلال الفترة القادمة في نادي الزمالك جميز غاضب بسبب المساك مصدر داخل نادي الزمالك قال إن جزيه جميز المدير الفني للفريق أبدأ اعتراضه على أكثر من صفقة ممن تم التعاقد معهم وأبدأ ترحيبه بعض الأسماء مثل محمد حمد القادم من أمبي والبولندي بيشلاك والفلسطيني بيشلاك طبعا لعب أحد اللي جاء على سبيل الإعارة وعمر الفرج الفلسطيني فيما أبدأ غضبه من عدم إتمام التعاقد حتى الآن مع أحد المساكين طلب جميز التعاقد مع مساك وتلقى وعد من الإدارة قبل صفره لبرتغال وهو شايف إن المركز لا يوجد به سوى السناء وحسام عبد المجيد وحمز المسلوسي بجانب محمود الوينش اللي مصابه بعيد عن المبارات عورة الوينش تحل الأزمة لكن الوينش سبحان الله يعني واحد من الناس اللي كانوا حيبقوا معدودين في المركز معدودين في مركز المساك لكن لعنة الإصابات اتمنى إن شاء الله شفاء العاجل واتمنى إن شاء الله إن ربنا يحفظه ويحميه من أي إصابة تانية لإن الوينش إضافة كبيرة جدا لهذا المركز سواء في منتخب مصر مع محمد عبد المنعم ومع حجازي ومع رامي ربيعة وغيرهم وأيضا مكسب لنادي الزمالك الزمالك بشكل لجنة قولونية لحصم قضية الملابس أزمة ملف التصميم الملابس الجديدة ودها الإدارة قولونية لدراسة هذا الملف ومخطبة الشركة اللي صممت قمص الفريق ومطالباتها بالرد على بين الشركة اللي تهمت الزمالك بشركة تصميم تيشارت الفريق زمالك كان كبير جدا 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 وأي شركة تكون موجودة في ملابس الزمالك ده شرف كبير لهذه الشركة